نفط المنتج عادة يكون مزيج من عشرات المكونات النفط المنتج عادة يكون سرعة عالية جريانة مضطرب ويتمدد باستمرار لأن خليط من السائل والغاز الخليط يتمدد باستمرار بسبب خفاض الضغط على طول هذا المسار للنفط عادة يكون ممتزج مع بخار الماء أو الماء الحر وبعض الأحيان المواطن الصليبية أرسها السنت ثلاثة من سبريترات يتمدد من الأنواع من العازلات المتوفرة من المصنعين العوامل اللي اتأثرني على اختيار العازلة هي خصائص مع المنتج لأريدان عزلة أو عالجة والمساحة المتوفرة بالموقع والنقل وكذلك الكلف أول نوع من النوع العازلات الثاني عندي هو الhorizontal separator كون عادة الhorizontal separator هي الاختيار الأول بسبب كل فتح القليلة horizontal separator are almost widely used for high GOR well strains foaming well strains or liquid-liquid separation لأن تستخدم في حالة GOR عالي GOR هو الgas liquid أو gas oil ratio عندما يكون نسبة الغاز إلى النقطة عالية نستخدم الhorizontal separator النفوط اللي يصير بها رغوة حسب مكوناتها نستخدم الhorizontal separator أو عنده فصل liquid-liquid separation معناته فصل النفوط والماء الصورة اللي أمامنا هي لعازلة أفقية هذا المدخل مع العازلة الليت هذا deflector plate يعني النوع من المكون ينصد بي المكونات القادمة من رأس البئر ويساعد لي في عزل المكونات اللي هي الغاز والنفوط والماء هناك الكوليزينج بليت هذا الجزء يبصلي النفوط عن الماء بتأثير الجاذبية وحسب قانون استوكل هناك صمامات التنفيذ تستخدم في حالة زيادة الضغط داخل العازلة أكثر من ضغط التشغيل معلتها بسبب دخول كمية كبيرة من السائل رأس البئر لها هذا الجزء نخرج من الغاز هذا الديمستر الجزء ينتصر الطوبة اللي موجودة بالغاز ويحولها إلى قطرات وتسقط على السطح هذا نلاحظ هذا الاويل هذا الووتر هذا الواير بليت هذا يستخدم لي يساعدني على استخدام أقصى مساحة أو سعة من العازلة وهنا هذا الاويل تانك هنا الساند آوت هنا يطلع الساند والووتر ومن هنا هذا الاويل الفوريتيكس هو كاسر الدوامات هنا يكسر للدوامات اللي تنشأ بالعازلة ويحافظ عليها من التضرر تكون من سهل تنصيبها وذلك المعالجات اللي تحتاجها وتحتاج نظام من الأنابيب أقل مما عليه ببقية العازلات يجري الهواء بشكل أفقي بالعازلة الأفقية وهذا الهواء يحتوي على قطرات من السائل هذه القطرات من السائل تسقط بتأثير الوزن والجاذبية نحو السطح السائل يعني هذا الغاز يجري بانتظام ويشكل لي مثل الغطاء من الماء هذا الغطاء اللي يتشكل من جريان الهواء لغطاء السائل يعني غطاء تقيق من السائل ما يتكون بضمن الغاز هذا يروح إلى الجزء السائل أو جزء البسط السائل أو القطرات من العازلة قدرة العازلة الأفقية على التحكم بسطح السائل أقل مما عليه في العازلة العمودية وهذا الشيء مرتبط بسعة العازلة الأفقية ترجمة نانسي قنقر